آلية سعودية جديدة لتسريع اتفاق الرياض بشأن الأزمة اليمنية وافقت عليها الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الآلية تشمل إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية في عدن وتكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يوما بالمناصفة بين الشمال والجنوب كما تشمل الآلية تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وخروج القوات العسكرية من المحافظة وفصل القوات الحكومية والمجلس الانتقالي في أبيان واستمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين وبموجب الآلية السعودية كلف الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي رئيس الوزراء معين عبد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة وعين القيادي بالمجلس الانتقالي أحمد لملس محافظا لعدن ومحمد الحامدي مديرا لأمن المحافظة هذه التطورات لاقت ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا من أطراف عدة في مقدمتها دولة الإمارات والتي ثمنت على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور جرقاش جهود السعودية بشأن اليمن داعيا الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى تغليب الرؤية الاستراتيجية لاتفاق الرياض على المكاسب الضيقة كما رحب مجلس الأمن الدولي بجهود السعودية لإعادة تنشيط اتفاق الرياض مشددا على أهمية تنفيذه بشكل سريع وفعال ومجددا دعمه للعملية السياسية والتزامه القوي بوحدة اليمن وسلامته الإقليمية اشتركوا في القناة